في سياق متصل وفي إطار زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية عقد مع علي وزير الداخلية جلسة مباحثة مع نظيره الأردنية السيد سلام محمد تم خلالها بحث السبو لتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين لسيما في المجالات الأمنية وأكد مع علي وزير الداخلية أن العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين نابعة من التفاهم الكبير حول مختلف التحديات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بجانب المواقف الصادقة التي تغذي هذه العلاقات باستمرار والتي تشكل قاعدة متينة لجميع أشكال التعاون بين البلدين الشقيقين منوها إلى أن رعاية قيادتي البلدين لهذا الترابط جعلت العلاقات الأردنية البحرينية تحتل مكانا متقدما في العلاقات العربية الأمر الذي أدى إلى تعظيم الإنجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وأشار إلى أن زيارته تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر في شتى المجالات وزيادة مستوى التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها من خلال تبادل الخبرات والزيارات التي تحقق هذه الأهداف وقد تناول اللقاء سبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات من جهتها أكد مع السيد سلام حمد وزير الداخلية الأردني أن الأردن والبحرين شكلا لنموذجا فريدا في ثنائية العمل المشترك وأن ما يجمعهما يتخطى العلاقات البينية القائمة بين الدول وأشار إلى أن التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف التي تشكل خطرا على المجتمعات والدول يعد واجبا وطنيا ومسؤولية تاريخية يستنزم المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه معبرا عن استعداد بلاده لتقديم جميع الخبرات والإمكانات في شتى المجالات للأشقاء في مملكة البحرين شارك في اللقاءات التي عقدها مع الوزير الداخلية خلال زيارته القائم بأعمال السفارة البحرينية في الأردن وعدد من المسؤولين في الوزارة